اخيرا وبعد طول انتظار الدور الانجليزي الممتاز بيرجع بامتياز يوم الجمعة والسبت والحد كنا على موعد مع عشر مباريات مصيرة من الجولة الاولى للدور الانجليزي الممتاز اللي شهدت تسجيل تمانية وعشرين هدف في المباريات العشرة بيعني معدل اتنين وتمانية هدف في المباراة الراجل اللي قدامنا ده ايرلينج هالان الراجل اللي يعني كل الناس كانت تتكلم عنه وانه الصفقة المنتظرة لفريق منشستر سيتي والصفقة اللي هترجع منشستر سيتي للمنافسة على لقب دور الابطال والتتويق باللقب الاول في تاريخ النادي هالاند الفقية في اول مباراة في الموسم اللي كانت مبارح قدام واستهام قدر يسجل هدفين قادوا منشستر سيتي للفوز على الفريق اللندني بهدفين دون رد على ملعبه وواستجامهيه بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الانجليزي تكلم بعد المباراة عن ايرلينج هالان وعن اداءه وعن تقلقه مع الفريق في المباراة الاولى وقال ان هالاند بيفكرني بميسي بتخايلين جوارديولا بيتكلم عن هالاند كأنه ميسي بيقول عنده نفس الرغبة في تسجيل الاهداف عنده نفس الرغبة في الفوز عنده نفس العقلية وده رسالة طبعا بيوجهها جوارديولا لكل المنافسين طبعا فريق ليفربول عنده نجمنا محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي المسلم اللي فات بالتساوي مع سون نجم توتنهام الانجليزي لكن الرسالة واضحة جوارديولا بيقول انا عندي ميسي جديد والحقيقة الراجل كمان يتكلم على رغبته في التتويق بدوري ابطال اوروبا يعني كان الحديث مبكر شوية عن التتويق بالبطولة لكن قال ان هو بالفعل بيتمنى العودة للتتويق باللقب اللي توك بيه اخر مرة في 2012 مع برشلونا وقال ان هالاند سلاح مهم جدا بالنسبة لمنشستر سيكي الجولة الاولى الحقيقة يعني كانت مبشرة جدا ان احنا هنشوف موسم مميز من الدوري الانجليزي اللي هتوقف ان شاء الله في شهر نوفمبر وديسمبر بسبب بطولة كاس العلم اللي هتقام في قطر لأول مرة في التاريخ بطولة كاس العلم بتقام في الشتاء طبعا لظروف الطقس هناك الراجل اتكلم عن النجم الجديد للفريق وتقلقه في المباراة الاولى طيب الجولة الاولى من الدوري الانجليزي شاهدت زواهر كتير جدا وحاجات مبشرة ان احنا ممكن نشوف ان شاء الله موسم جديد استثنائي من الدوري الانجليزي اهمها طبعا هو نجمنا محمد صلاح الراجل الاول بالنسبة لنا هنا فخر العرب اللي سجل وصنع فيه تعادل ليفربول قدام فولام الصعيد حديثا بنتيجة اتنين اتنين طبعا مباراة كانت صعبة ليفربول كان بعيد تماما عن مستواه لكن الحاجة السابتة الحاجة المهمة في ليفربول هو الراجل اللي قدامنا ده حمد صلاح اللي بيبدأ الموسم السادس ليه برقم كياسي ما تحققش في تاريخ الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي دوري كل النجوم وكل الاساطير والدوري اللي كلنا بنتابعه باهتمام وبإعجاب طول عمرنا يعني الحقيقة النهاردة محمد صلاح بيحقق رقم بحدش قدر يحققه في تاريخ البطولة العريقة دي محمد صلاح هو اول لاعب في التاريخ يسجل هدف في الجوالات اللي ابتتاحية لست مواسم على التوالي ما شاء الله يعني محمد صلاح من انضمامه لليفربول في 2019 قادما من روما وهو كل موسم في المباراة الأولى بيسجل والموسم ده بيسجل وبيصنع قدام فلهم رغم التعادل لكن محمد صلاح كان رجل المباراة وبيتوق بجايزة رجل المباراة ومن ضمن زواهر الدور الإنجليزي في الجولة الأولى هو نونيز داروين نونيز المهاجم الأروجواني الجديد لفريق ليفربول الذي بدأ المباراة على مقاعد البودلاء لصالح البرازيلي روبيرتو فيرمينو لكن نزل ثوت الثاني مع صلاح عمله ثنائية رائعة والراجل كانت تكلم قبل بداية الموسم عن صلاح نونيز الحقيقة تكلم وقال ان محمد صلاح هو الليداني الثقاف نفسي والداني دفع قوية جدا للتقلق مع ليفربول كان في مباراة دية لفريق ليفربول مع لايبزيج في استعدادات الموسم الجديد وحصل ليفربول على راكل الجزاء صلاح سابها لنونيز عشان يسجل منها أول أهدافه وبعد كده في المباراة دي ربنا كرم بقى نونيز وسجل أربع أهداف وخرج بعد المباراة بيشكر محمد صلاح على الدفعة الكبيرة اللي ادهاله وبالفعل يعني نونيز يعتبر ورقة مهمة جدا ورقة رابحة ليفربول في بداية الموسم بيسجل في كاس الدرع الخيرية بطولة السوبر الإنجليزي في المباراة اللي حسامها ليفربول على منشستر سيتي 3-1 نونيز بيسجل في مباراة الدرع الخيرية بيسجل وبيصنع كمان لمحمد صلاح في المباراة الأولى في الدوري نونيز يعني ورقة رابحة مهمة جديدة لليفربول هيعوضهم بالتأكيد عن ساديو مانيه المتقلق برضو في نفس الوقت من ضمن ظواهر الجولة الأولى كان فريق أرسنال أرسنال كان عامل فترة إعداد قوية جدا للموسم الجديد ونتائج كبيرة جدا من بينها طبعا الفوز الكبير على فريق تشيلسي في أمريكا بنتيجة 4-0 قبل بداية الموسم أرسنال بيبدأ الموسم من ملعب كريستال بلس ملعب سيلهوريس بارت أول مباراة في الدوري أرسنال بيحسمها بالفوز 2-0 أرسنال بيخرج بكلين شيت أرسنال بيخرج بهدفين صحيح جابريل جيسوس المهاجم الجديد المنضم من منشستر سيتي ما سجلش لكن الفريق كله قدم أداء قوي جدا قدام فريق قوي فريق كريستال بلس هو مدربه نجم أرسنال السابق طبعا باتريك فيرا وعايز أقول لكم كمان أن من ضمن مكاسب أرسنال في المباراة دي هو ويليام ساليبة المدافع الفرنسي اللي توج بجازة رجل المباراة قدام كريستال بلس الحقيقة يعني صفقة مهمة جدا مدافع قوي جدا قدم مباراة قوية ونجح بالفعل أن هو يكون رجل المباراة في أول ظهور له في الدور الإنجليزي مع فريق أرسنال وهي الحقيقة يعني أرسنال شكله بادئ بداية مبشرة وهي رغبته بقى في العودة لدوري أبطال أوروبا الغايب عنه منذ 2017 يعني عمري طويل جدا فريق أرسنال اللي كان دايما معتدين أنه يكون موجود في دور الأبطال من 2017 بيحاول يرجع لكن الموسم ده مع أرتيتا الموضوع شكله مختلف إن شاء الله وممكن نشوف أرسنال مرة تانية في الطوب فور وبناء عليه هيكون في دور الأبطال الموسم اللي جاي إن شاء الله من ضمن برضو الظواهر هو أنتونيو كونتي تونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام اللي حققه فوس كبير جدا بنتيجة 4-1 على فريق ساوس هامتون في المباراة الأولى للفريق اللندني كونتي الحقيقة اللي توج قبل كده مع تشيلسي بلقب الدور الإنجليزي في 2014 بيرجع النهاردة وبيأكد للجميع إن فريقه قادر يتوج باللقب عمل مجموعة من الصفقات المهمة اللي بتخدم طريقة لعبه وبالفعل في المباراة الأولى والظهور الأول بيكسب أربعة من غير ماسون وكين نجمين الفريق يسجله ده طبعا بيبرز وبيكشي فريق ده هيكون عامل إزاي الموسم ده وكنتي الحقيقة تكلم كمان بعد المباراة قال يا جماعة الأربع أهداف وتسعين ديئة اللي شفناها قدام ساوس هامتون دول دول نتيجة شغل سبع أو تمن شهور مش فترة الإعداد بس بتاعت الصيف دي نتيجة شغله من ساعة ما جاءه اتولى المسئولية طبعا في توتنهام جاء بعد جوزي مورينيو الحقيقة مورينيو كان مبشر في البداية لكن بعد كده الفريق يعني أداءه تراجع بشكل كبير جدا وكان نزل في جدول الترتيب تحت المركز العاشر ثمان لكن كنت ابتدى يحط توتنهام على الطريق الصحيح وده بالفعل اللي حصل نروح بقى ليه الكارسة كارسة منشستر رينايتد منشستر رينايتد الحقيقة طريق كارسي بكل ما تحمل هورد معه اتكلمة مين معاني منشستر رينايتد بيخسر مباراته اللي افتتاحية على ملعبه وسط جمهوره من برايتون بنتيجة اثنين واحد واداء مزر الحقيقة من سواء خط الوسط او خط الهجوم او حتى خط الدفاع ودخية نفسه نجم الفريق في اخر كمس ست مواسم برضو عمل مباراة متواضع ورغم ايريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق منشستر رينايتد يعني بصمته ما كانتش واضحة في المباراة الاولى ونفس القصة برضو بالنسبة للصفقات الجديدة بصماتهم ما كانتش واضحة وكريستيان رونالدو اللغز المحير اللي كان بادئ المباراة على مقاعد البودلاء طبعا باين جدا الخلافات مع المدير الفني الهولندي الجديد وباين جدا ان رونالدو عايز يمشي لكن لحد دلوقتي لسه ملاقاش فريق الموضوع مكمل لحد ان شاء الله 31 اغسطس لحتى نهاية فترة الانتقلات الصيفية الراجل لسه بيدور لكن فيه يعني حاجة مبشرة ممكن تكون كويسة بالنسبة لجماهير منشستر رونالدو هو كلام تنهاج بعد نهاية المباراة اتكلم على رونالدو وقال لما نزل الشوت الثاني كان تأثيره باين على الفريق والفرقة بدأ التقدي بشكل جاي ده كان ملخص سريع للجولة الاولى من الدور الانجليزي الممتاز نجمينة محمد صلاح موجود في الصورة بيبدأ الموسم بقوة كبيرة جدا عنده المباراة اللي جاية مباراة صعبة قدام كريستال بلس واللي بالمناسبة بقى لكل عشاء الفانتازي كانوا بالكم من حاجتين مهمين جدا التاريخ بيقول هاري كين ما بيسجلش في اغسطس فكل اللي جايبين كين زي حالتي كده يعني يحاولوا يتصرفوا فيه وفيه هلند كمان تقريبا بنفس السعر او قريب شوية والحاجة التانية الحقيقة السابتة في الفانتازي ان محمد صلاح ما بيسجلش في الجولة التانية من الدور الانجليزي نخلي بالنا من صلاحه كين في الجولة الجاي ان شاء الله الزبوع اللي جاي ونشكر حضراتكم على قريب المتابعة ونلتقي ان شاء الله في تخطيات جديد